بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا فرق في القاعدة بين الفعل السداسي والفعل الخماسي وقد قلنا كما تذكرون أن الفعل الخماسي في حالة الماضي تكون الهمزة في أوله همزة وصل وهو أيضا الحكم نفسه في الفعل السداسي وكذلك في الأمر تكون الهمزة همزة وصل وفي المصدر تكون الهمزة همزة وصل لذلك نطبق هذا الآن على الفعل السداسي نجد الفعل استخرجة مكون من ستة أحرف وفي أوله همزة الهمزة همزة وصل في حال الماضي وفي حال المصدر استخرج استخراجا لذلك سنقول استخراج وسنقول من الأمر استخرج استخرج الهمزة همزة وصل في الحالات الثلاث إذن لا فرق في القاعدة بين الفعل السداسي وبين الفعل الخماسي الماضي الأمر المصدر الهمزة في أول كل واحد من الثلاثة همزة وصل استقبل فعل السداسي الهمزة همزة وصل كما ترون الأمر منه سيكون استقبل بهمزة وصل وسيكون المصدر استقبل استقبالا لذلك الهمزة أيضا هنا همزة وصل استعمل فعل سداسي كما ترون الهمزة في أوله همزة وصل استعمل فعل الأمر الهمزة همزة وصل استعمل استعمالا الهمزة أيضا همزة وصل استقرر هو سداسي لأن الراء كما ترون مشددة الهمزة حرف الأول الثاني الثالث الرابع الراء الأولى هي الحرف الخامس والراء الثاني هي الحرف السادس وسنقول في الأمر منه استقر استقر والهمزة في أول هي همزة وصل والمصدر منه ماذا استقرار استثمر استثمر والمصدر استثمار والهمزة في جميع الحالات همزة وصل كما ترون استهان استهن استهان ومثلها استقام واستقم واستقامه إلى آخره إذن قاعدة الفعل السداسي هي هي قاعدة الفعل الخماسي وكما أجلنا الفعل المضارع في الحالات الثلاث سنؤجله أيضا الآن لنتحدث عنه إن شاء الله تعالى حديثا مستقلا لأن قاعدة الفعل المضارع واحدة إذن لو لاحظنا الآن وأردنا أن نحصر الكلام السابق سنجد أن الفعل إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا واتفقنا على أن الحالات التي يقع فيها هي الماضي والمضارع والأمر ثم يأخذ منه المصدر لذلك هذه الأفعال بهذا الشكل ثلاثي عندنا الماضي المضارع الأمر المصدر ونحن نتحدث عن الأفعال الثلاثية والرباعية والخماسية والسداسية التي وقع في أولها همزة التي وقع في أولها همزة واتفقنا على أن القاعدة على النحو الآتي الثلاثي الماضي الذي في أوله همزة ستكون الهمزة همزة تقطع الرباعي الماضي الذي في أوله همزة ستكون همزة قطع الخماسي الماضي الذي في أوله همزة ستكون الهمزة همزة وصل السداسي الماضي الذي في أوله همزة ستكون همزة وصل سنتعرف على أحكام الفعل المضارع بعد قليل إن شاء الله تعالى وأما الأمر فالأمر من الثلاثي ستكون الهمزة همزة وصل بغض النظر عن الماضي هل فيه همزة او لا الامر من الثلاثي في اول همزة وصل مطلقا الرباعي ستكون الهمزة همزة قاطع الامر من الخماسي ستكون الهمزة همزة وصل الامر من السداسي ستكون الهمزة همزة وصل ايضا لاحظ معي المصدر يتوافق مع الماضي تماما فمصدر الثلاثي المبدوء بهمزة ستكون الهمزة فيه همزة قطع الرباعي همزة قطع الخماسي همزة وصل السداسي همزة وصل لاحظوا معي من خلال هذا أن الماضي والمصدر متفقان تماما والأمر متفق في هذه الحالات الثلاث وإنما اختلف في حالة الأمر من الثلاثي فهمزته تكون همزة وصل بقي أن نتحدث عن الهمزة في أول الفعل المضارع من جميع هذه الأفعال وهو ما نجيب عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم